اشتركوا في القناة اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله رئيس المجلس الاعلى للبيئة اكد ان انتخاب مملكة البحرين في المكتب التنفيذي للاتفاقية يعتبر انجازا طيبا ودلالة على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين بالمحافظة على البيئة والمناخ بفضل الرؤى الثاقبة والاستراتيجية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الشكر والتقدير الى كافة الدول الاسيوية على دعمها ومساندتها لمملكة البحرين لتولي هذا المنصب الهام مؤكدا سموه للجميع ان المملكة تستحق هذا المنصب وستكون خير ممثل للدول التي ستمثلها واشار سموه الى ما وصلت اليه مملكة البحرين من الثقة والمكانة والسمعة الطيبة في مجال المحافظة على البيئة والمناخ مضحا سموه ان العمل في المكتب التنفيذي واللجان الاخرى يعود بالنفع على المملكة من النواحي جميعها مضيفا ان ذلك يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب ونعمل على تطبيقها في البحرين لنطور منظومة وسياسات ادارة المخلفات ولفت سمو الشيخ عبدالله بن حمد الى ان مملكة البحرين سعت وتسعى لرفع مستوى الامتثال لكافة الاتفاقيات البيئية من خلال التواجد في المكاتب التنفيذية واللجان وابرزها اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ترجمة نانسي قنقر